اشتركوا في القناة 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 والشباب وبالتالي خطف الشباب ليس فقط بالمسائل الفقية انما ايضا بهذا الاسلوب صليل الصوارف يعني مثلا هو وهو بيتبح اللا بيتبح وبيرتكب ابشع جرائم في متزامن مع هذه العملية الارهابية القذرة متزامن يا شيخ مظهر ايه النشيد تقوم تحول مشاعر المشاهد وخاصة الشاب اللي ما عندهوش خلفية دينية ولا عارفوا بايه اللي بيحصل تقوم تحول مشاعره الى لا لا دا يستاهل صح لا دا يستاهل فبالتالي بيغيب فيه الجانب الانساني وبيطلع الجانب الايماني على اساس ان دا ابو كهب ودا ابو زرق على اساس اللي بنتبح دا ابو لهب والدابع دا اه المجاهد في سبيل الله الصغرة دي احنا عملنا فيها ايه؟ طلحت قلت يوميها الحقونا يا اخواني الحقونا يا جماعة عندنا صغرة في الموضوع دا اتحركوا ابوز على ايديكم هاتوا المنشدين بتوعنا وهاتوا ولادنا وهاتوا الشباب اللي زي الورد واللي معاه شوية فلوس بدل قطة وارتيجة والكلام الفلن بكله يجي شقل بقى الهدف وتعالوا اعملوا حاجة للوطن اعملوا حاجة للوطن اعملوا حاجة للوطن دا احنا حال حرب دا احنا يا اخواننا في حالة حرب يا جماعة يا مؤمنين يا مصريين يا وطنيين يا اللي بتكفل ارهاب يا اللي واجعتوا دماغنا طول النهار وطول الليل في التلفزيونات وفي الشاشات والدرامات والمسلسلات والافلامات واجعتوا دماغنا وصدحتونا ومشبناش من كل كلام فين النهار ما اللقاسة في الصغرة دية لحد دلوقتي لحد دلوقتي موجود الصغرة والجاءت عام خمسين الف عملية بعد كده واندبح بنودنا واندبح ولادنا في ليبيا بنفس الاسلوب والشباب لازال مخطوف حتى هذه اللحظة انتم عارفين احنا الحمد لله في مصر الدنيا ملمومة شوية ربنا بحب البلد اشتركوا في القناة